علي صباح الخير صباح الخير ميليم كيفك صار المحطة معك سابتي ببرنامجنا نعرف أخبارك وين عم تركض شو الجديد طمضنا عنك شو آخر الحمد لله أنا صاري 4-5 أيام رجع من فرنسا مبسوط كتير بالشاوبيت هونيك الحرارة اليوم 3 تحت السفر مطرح ما كنت والحمد لله كيف كان أنت بآخر مرة لتأيناك كنت رح تركض كلمة للأوتزم تخبرني عن هالمشروع قبل ما نحكي عن مشاريعك التالية نحنا عندنا كان الأوتزم تجذر من بريز لموناكو اللي صار الدولة الفرنسية ما خلتنا نعمل وقال اللي عملناه أعملنا الأوتزم تجذر مع بلدية بريز الخمسطعش بقالي بريز وعملنا نشاط كل نهار بالتعاون مع سبيشل أولمبيك فرنسا وهوني عدقين اللي عم بتشوفهم معي هوني شاركوا بالألعاب الأولمبية الأخيرة وحديتنا هيدا النشاط وكان عندي عدة لقاءات مع رسميين بعدة مناطق بعدة مطارح هلأ أتأجل بس الأوتزم تجذر وفرنسا موناكو لشهر ثلاثة مبدئيا أما أربعة والحمد الله كانت رحلة كتير موفقة لأنه التعاينة مع كتير ناس وحتى عم نحضر شيء إن شاء الله بالمستقبل ضمن تنظيم للألعاب الأولمبية لذويات حاجات الخاصة مفرصة نعم علي بعرف أن هناك في ثلاث نشاطات عالمية رح بتكون شارك فيهم بعضها بالدول العربية وبعضها بأباء آلسكا وهدفها مثل العادي هو دعم مساعدات الجمعيات يلي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة مثل المقلة وبالتوحد تحديدا لأنه مثل ما بتذكر أنه في عدم وجود لدعم صار مالي نظرا للمشاكل مع المصارف عم بتحاول أنت على طريقتك تدعمهم خبرني عن هذه النشاطات قريبا بس أكد لك هلأ اللي عم بتقوله قريبا حيكون فيه خمسين ألف طالب بالجمعيات وبالمدابس زوية الحاجات الخاصة حيكونوا ما عندهم دعم ما حدا حيدعمه لأن الدولة اللبنانية حتوقفها هذا الشي سوهون المسؤولية عم بتزيد علينا أكتر نحنا اللي قادرين نساعد بطريقة غير مباشرة مع أنه نحنا بدنوا من يساعدنا لأنه كل هالنشاطات اللي عم حضرها إن كان بألاسكا ولا بالدول العربية اللي عم حضرها كلها بد دعم وعنا في لبنان ما بقى فيها بس الوقت المشاكل اللي عم بتكون عندي هلأ أساسية هي إنه ما عم نقدر نحصل على مصرياتنا اللي نحنا ما بدنا دعم من حدا عطونا مصرياتنا من لبنوك ونحنا منشارك ومننظم هيدا الشي ونقدر نساعد إن شاء الله على طريقتنا بس للأسف أنا أنا بأمن إنه كل شخص عنده رسالة ولازم يعمل هيدا الشي لا يقدر نساعد مش إنه ناونا نروح على بلد ويخلص من لبنان خلص بطل فيه شي من لبنان نروح على بلد تاني ومنكفي حياتنا ولا كانه في شي يعني منستعمل لبنان كاوتيل وبس نخلص منه في مشكلة من فل نعم علي هلأ آخر آخر النشاطات اللي كان بأيار إذا الله راد راح تتابع المشروع إن شاء الله هلأ 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 عم نحضر شي كتير قريب إن شاء الله يزبط معنا يعني من هلأ جمعتين بركوا يكون عمنا لقاءتين إن شاء الله معك إذا كان كل شي مني عم نحضر بس لأنه المشكلة اللي عم بقاءت يعني مشكلتين هي الرخص بالبلاد اللي عم نروح نشارك فيها لأنه عم نروح على مطارك نائية صحراوية إن كان بالقطب ولا بالشي وبنفس الوقت هو الدعم يعني قد فينا نحصل هؤلاء الأمور بسرعة فينا نعمل كتير نشاطات وحملات الدعم والتبرع تكونوا موجودين شكراً كتير لك علي بالتوفي موفق مثل العادي نحن وعدناك إنه دايماً عبر صباح اليوم راح نتابع أخبارك وكل هالنشاطات الرياضية الهادفة الحلوة يلي عم بتقدمها ودعمك لإن كان أطفال التوحد أو يعني دوي الإحتياجات الخاصة كمان ملفت ولا بد أنه دايماً يعني مثل ما بيقولوا إنسان دك بها المهمة اللي عم تحاولت الشرع بكل العالم شكراً كتير لك علي شكراً